لما بتكون على العلاقة بشخص نرجسي بيكون كل شيء بيدور حواليه واكيد بيكون موضوع محير جدا ليك ولما بتقدر في النهاية انك تخرج من العلاقة وتنفصل عنه او حتى هو اللي تركك وانهى العلاقة في الحالتين بتحس وقتها انك بقيت حر وتقدر تعيش بالطريقة اللي انت نفسك فيها واللي عن طريقها بترتب حياتك مرة تانية ولكن نرجسي مش هيسمح لك بسهولة انك تعمل كده كل تأكيد ان الوقت ده بيكون صعب جدا عليك ولكن افضل شيء في الوقت ده انك بالفعل قدرت تتحرر من سيطرة العلاقة السامة دي كمان لازم تكون مستعد لانه اكيد فيه حاجات هتحصل او ممكن تحصل من النرجسي بعد ما بتنفصل عنه وتكون عامل حسابك عليها لان انت عارف كويس انك بتتعامل مع شخص متلاعب عاطفي وكمان الشخص ده ما عندوش اي مشكلة ابدا انه يكسر قلبك ويدوس على مشاعرك بدون ما يشعر بأي تقنيب ضمير ولكن الاهم في الوقت ده انك بالفعل تكون فهمت النرجسي وفهمت طريقة التعامل معاه بطريقة صحيحة وكمان تقدر تتوقع خطواته الجاية معاك وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم النهاردة عن قطع الاتصال والغير قابل للعودة مرة تانية واللي بيهمنا في موضوع قطع الاتصال مع النرجسي انك تنفزه بالكامل وتعمله عن طريق اول حاجة انك تتوقف تماما عن انك تستقبل اي مكالمات منه والحاجة التانية انك تعمله حظر كامل للنرجسي على وسائل التواصل الاجتماعي الحاجة التالتة تتوقف تماما عن ان يكون فيه اي زيارات منه او له نهائيا والحاجة الرابعة انك تتوقف تماما عن انك تشوف النرجسي او تتكلم معاه او تتفاعل معاه ابدا إلا إذا كان فيه بينك وبينه أطفال الموضوع هنا بيكون مختلف شوية يعني بتكون مضطر هنا إنك تقلل الاتصال بيه لأقصى درجة ويكون فيه ما يخص الأولاد وتربيتهم مبس يعني مفيش أي تفاعل فيه أي نوع من العواطف نهائيا وحبيت أقول النقطة دي قبل ما ندخل في موضوع الحلقة أو لو فيه حد بيسمعنا وأول مرة يسمع عن مصطلح قطع الاتصال ده أو ما عندوش فكرة عنه يعرف يعني إيه قطع الاتصال طيب إيه الحاجات اللي ممكن تتوقع إن النرجسي يقوم بيها بعد ما تقطع الاتصال معاه أول حاجة هي محاولة استعادتك للعلاقة مرة تانية بالرغم إن فيه بعض الأحيان بيكون الانفصال عن النرجسي بيكون منه هو يعني هو اللقاط على العلاقة ولكن بتلاقيه بيحاول استرجاعك للعلاقة مرة تانية والموضوع ده حتى لو النرجسي ارتبط بعلاقة جديدة أو حتى إنه يتجوز أو كون أسرة جديدة وأولاد هيترضك باستمرار حتى ولو لسنوات وده لو أنت سمحت له علشان كده هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يستعيدك مرة تانية الحاجة التانية اللي هيعملها النرجسي هي إنه هيحاول يستغل تعاطفك ويحسسك بالزن بناحيته النرجسي هيحاول يحكي لك قصص وحكايات عنه في محاولة منه إنه يحصل على تعاطفك واهتمامك وكمان بيعمل كده علشان يحصل على مصدر إمداد تاني خصوصا إنه في الفترة دي محتاج يحصل على إمداد جديد بعد انفصالك عنه الحاجة التالتة وهي إنه هيبدأ معاك حمل التشويه السمعة بكل تأكيد نصيحة ما تحاولش تفسر سلوك النرجسي معاك وتقول لنفسك هو ليه بيعمل كده معايا وما تحاولش تسمح للنرجسي بالتواصل معاك مهما حصل لأنه كل ما بتديله فرصة للتواصل معاك كل ما بتديله فرصة إنه يوصلك لما بيقوم النرجسي بحمل التشويه السمعة بيبدأ يقول للناس أكاذيب كتير عنك بتوصفك طبعا إنك شخص سيء جدا وإنه تعرض للأذى منك بشكل فظيع كمان بيبدأ يتهمك بإنك شخص خاين وأخلاقك سيئة وتبدأ تلاحظ إن في ناس صدقت الكلام اللي بيتقال عنك وبجد الوقت ده يعني في الوقت ده هتعرف كويس قوي مين أصدقائك الحقيقيين لأن الأصدقاء الحقيقيين مش ممكن هيصدقوا الأكاذيب دي عنك أما الناس اللي فعلا ما كانوش مرتبطين بيك بشكل صادق هما اللي هتلاقيهم بيصدقوا الكلام ده عنك وهيكونوا في صف شخص نرجسي ضدك الحاجة الإيجابية واللي هتكون مستفيد منها في اللي بيحصل ده أو اللي بيحصل معاك ده إنك بتكتشف فعلا مين اللي يستحق يفضل في حياتك من اللي المفروض ما يكونش في حياتك من الأساس في أغلب الأحيان الضحية بتتأثر بشكل كبير جدا بحملة تشويه السمعة لأنها بتكون تشهير بشكل قاسي وبتتعرض للإساءة في علاقاتها بالمحيطين بيها بشكل صعب جدا أما الحاجة اللي بعد كده واللي عايزة بتكون فاهمها كويس إن النرجسي ما بيهتمش أبدا بحاجة غير إنه ينتصر عليك حتى لو في تأثير على إذا كان في أولاد بينكم ولا بيهتم بيهم كمان ما بيهتمش في المرحلة دي إنه حتى يخسر كل حاجة لأنه محتاج يحس إنه فاز عليك أو غلبك هيلجأ النرجسي والكلام بيكون عن الراجل وعن الست مش حد معين إنه هيحرمك من الطرف التاني من الأولاد كنوع من الضغط عليك والتسبب في القلم النفسي من التصرف ده هيحاول النرجسي يحرمك من أي حقوق ليك أو التزامات عليه كنوع من الانتقام منك على انفصالك عنه النرجسي مستحيل يعترف بالحقيقة لازم تكون فاكر دايما إن النرجسي ما عندهش أي تعاطف ومش ممكن أبدا هيهتم باللي انت حاسس به أو بعواقب سلوكه معاك وفوق كل ده هو عايز ينتصر عليك وبس وده بيودينا للحاجة اللي بعد كده إن النرجسي هيبذل أقصى جهده علشان يجرك للعبته اللي هيقدر بيها يتلاعب بيك ويسيقلك من خلالها النرجسي يا جماعة مش هيهتم أساسا بسبب الانفصال ولا حتى هيهتم لو كنت مرتبط بحد تاني لأنه كل اللي هيهم النرجسي في الوقت ده إنه يظهر على إنه ضحية هتلاقيه بيقولك حاجات زي مثلا إنت ليه بتعمل فيها كده وهتتحمل كمية لوم رهيبة جدا منه من الممكن كمان تلاقي وعود من النرجسي وطبعا كلها كدابة بإنه هيكون شخص تاني أو إنه هيتغير على أمل إن ده يخليك تتراجع عن قطع اتصالك به أو إن النرجسي يبدأ يخلي قروضه الطائرة تشتغل ضدك بشكل يوصفك إن انت الجاني وهو الضحية وإنه بيحاول يتغير وإنت اللي مش مديله فرصة أو إنك أنت اللي ظلمته فعلا الحاجة اللي بعد كده إن النرجسي هيحاول يقنعك إنك تكونوا أصدقاء بدون قطع العلاقة نهائيا من أهم صفات النرجسي بعد قطع العلاقة إنه بيحاول يلجأ لإنه يخلي العلاقة مستمرة ولو بشكل الصداقة يعني علشان بس كده يحافظ على مصدر الإمداد إنه ما يضعش منه تماما النرجسي ممكن يلجأ كمان لإنه يحاول يتجاهلك أو يقطع التواصل معك هو كمان علشان يشوف رد فعلك إذا كنت هتتواصل أو هتواصل قطع الاتصال معاه ولا هتضعف ياريت تكتب لنا في التعليقات لو قمت بقطع الاتصال مع النرجسي ولا لأ وإيه هو رد فعله معاك لما عملت كده